يا رب دايما وابدا تكونوا بخير وبالتوفيق يا رب دايما وابدا ده اول فيديو في اسئلة حملة انقاذ الهستوليشي خلينا متفقين دايما مذاكات الاسئلة عبارة عن مذكرتين مذكرة اسمها اختبر نفسك دي عبارة عن الاسئلة مش متجاوبة ومذكرة تانية هي هيها نفس المذكرة بنفس الاسئلة بنفس الترتيب بس متجاوبة ومتجاوبة في نفس مكان السؤال واسمها مذكرة البصمجة مذكرة اختبر نفسك بعد ما سيتك بتذاكر او تتفرج على الفيديو السرابة تانية حملة الانقاذ هتجي تحل الاسئلة وتشوف كده دنيا اخبار هاي طيب وبالنسبة لمذكرة البصمجة هتفتحها جنبك لو انت عايز تشوف الاجابات الصح بعد ما تكون اختبرت نفسك في المذكرة التانية وكمال مذكرة البصمجة مهمة جدا عشان خاطر ليلة الامتحان او انت مثلا في المواصلات وراحل الامتحان تفتحها وتقلب فيها شويتين فتشوف السؤال وتحتيي الاجابة بتاعته على طول نبدأ على طول مع بعض بإذن الله المذكرة دايما مقسمة لثلاث اجزاء الجزء الاولاني هو اسئلة المحاضرات واسئلة الفورماتيف اللي بتنزل من الكلية عشان تعتبر دي اول واهم مصدر الاسئلة اللي بتتكرر معنا في الامتحات بالنسبة كبيرة جدا تاني مصدر عندي او تاني قسم عندي في المذكرة هو عبارة عن اسئلة الامتحات السابقة من اول امتحان في النظام الجديد لحد يومنا هذا واخر جزء عندي اللي هو اسئلة كتاب الاسم بالاضافة لأسئلة اخرى متوقعة جدا نتيجة في الامتحان انا معاكم في كل فيديو من الفيديوهات هنحل اول قسمين من كل مذكرة والقسم الثالث هنحل مع بعض ان شاء الله على التليجرام مع بعض بريكورد بسيط او صغير تحت كل مذكرة نبدأ مع بعض بقى يلا كده اول سؤال في المحاضرة الاولى سيء اول سؤال في اول محاضرة السلكوت hugeCom و قلل لك اس ماه؟ مويه ايربع اختيارات يعنى السلكوت مع التف� thrivcin المور الدخلية الم Villك Cheese هنبدأ ان شو فيات او قسنا وrag Name ب Großca سيء او تكوين سميك في الامعاء في الامعاء ودي كانت زيادة محاضرة والتفانه مهمة جدا ودي اعتبر سؤال من المحاطة السنة دي 2013 طيب نكمل بقى الاختيارات stand بال HX&E او H&E لا لان اتفانه بكده الكاربوهايدرية تلات حروف تتصبغ بحاجة تلات حروف اللي هي BAS فبالتالي دي برضه ما تنفعش الاختيار رقم 4 present on the cytoplasmic site of the membrane اللي كان موجود في السيتو بلازميك سايد كان مين كان اللي هو الكوليستيرول ومال يا دكتور الكاربوهايد موجود فين؟ موجود في الاكسترا سيتو بلازميك او الاكسترا سيليولار سايد يعني ايه القصة دي؟ يعني دي الخلية هيبقى من جوه هنا في الكوليستيرول لكن من بره هنا في الكاربوهايد او السيلكوت طيب وحيانا بنسميه اصلا the outer most part اكتر جزء بره من السين ميمبرين سؤال رقم 2 rough endoblasmic tyculum الشبكة الاندوبلازمية اللي نوحها rough يقولك هتبقى بينة كأنها رتيكلم كأنها شبكة بالليت مايكروسكوب وطبعا ده غلط الليت مايكروسكوب ما بيكبرش او ان هو يوريني الحاجة من جوه فبالتالي مش هبقى الريتكولر هبقى الريتكولر بالالكتروم مايكروسكوب طيب import acidophilia on cytoplasm يعني مسؤولة ان السيتو بلازم بتاعك اللي هو حشو الخلية يبقى acidophilia يبقى احمر لأ طبعا خالص لان الرف endoblasmic tyculum بمنطهة البساطة ما بيبقى احمر بيبقى ازرق بسبب الريبوزوم طيب نقطة رقم ثلاثة it's sterny have smooth surface مبدئيا الرف بحرف الار اسمها رف يعني خشن يعني على سطحها مطباط يبقى مش هتبقى اصلا smooth ثانيا بتتكون من sternي او بتتكون من sternي بس مش smooth ده رف طيب نقطة رقم اربعة will developd في البلازما سيلز يعني متكونة كويس في خلايا اسمها البلازما سيل لان ابي كده الرف endoblasmic tyculum جواه حاجة بحرف الار اسمها ريبوزومز وده مصانع البروتين فبمنتهى البساطة الريبوزومز ورف endoblasmic tyculum موجودين في الخلايا بتصنع بروتين الخلايا بتصنع بروتين بروتين بحرف البي فالخلايا بتصنع بروتين بحرف البي برضو زي البلازما والبانكرياس فا هو هيبقى موجود will develop في البلازما سيل طيب السطح بتاعنا هيبقى رف اه حقيق بسبب الجلايكوشن جرانيولز لا ده بسبب الريبوزومز زي ما اتفق طيب يبقى انا كده عندي خلصنا اول سؤالي سؤال رقم 3 اللي هي الاجسام المحللة تحتوي على الكتاليز لا وما المين يحتوي على الكتاليز ده البريكزوزوم طيب نقطة رقم 2 هستو كيميكالي ممكن تشوفها بالهستو كيميكالي اسم الانزيم ايه اسد فوسفاتيز طيب نكمل كده مين بقى الهستو كيميكال اللي عندي في عندي الميتو كوندرا الهستو كيميكال بتاعها بيخينا نشوف انزيم اسمه ساكسينيك ده هيدروجينيز والكتاليز اتفان ان هو هستو كيميكالي برده بس البريكزوزوم وعندي في اللايزوزوم هو الاسد فوسفاتيز نقرأ الباقي مقاسه من 2 ل 4 مايكرون ما جبتلكش سيت الحتة دي خالص في دي امينو اسد اوكسديز ده موجود في البريكزوزوم ابندنت يعني موجود بزيادة في البروتين سينسينج سيلز في الخلال بتصنع بروتين لا وما الموجود بزيادة فين في الخلال بتبلع اللي اسمع الفاجوستيك سيلز اشهره والماكروفاش سؤال رقم 4 يبقى اللي اجابة صح عندي ايه خلاص بي سؤال رقم 4 قلنا مين اللي هو السلم المبرين اللي هو غشاء الخلية اللي او الدهون اخبارها ايه فوسفو لبيد وكوليستيرول صح طيب نكمل قراءة لانه ممكن يكون في عندي اختيار اسمه يعني يبقى في عندي اكتر من اجابة صح طيب سؤال رقم او اجابة رقم 2 تتكون من يعني بتكره مية شين واثنين هايدروليتك هيد ده حقيه لأ في الحقيقة هو بتكون من راس واحدة وتبقى هايدروفيلك مش فوبك يعني اجابة دي كده غلط وبتكون من دلين مش من راسين يبقى غلط برضو حوار الهيد مش اتنين يبقى هو وان هيد واثنين تيل يبقى الاجابة دي غلط طيب سي نقط رقم سي مين الهايدروفوبك الهايدروفوبك اللي هما التيل اللي بيكره كل حاجة طيب هل التيل موجودة ناحية بره ولا ناحية جوه لا التيل موجودة ناحية جوه ناحية السندر وما المين ما موجود ناحية بره الراس فالاجابة دي برضو غلط طيب الكوليستيرول موجود في موجود لبرة لا موجود في موجود لجوه في فبالتالي دي كمان غلط يبقى الاجابة الصحية ايه سؤال رقم خمسة ما عادة يبقى كل دولة هيكون لابسين هدوم ما عادة قلنا مين لابسين اصلا هدوم جميل حل دور بقى الحرف بتاعتك حرف الجيم جولجي ده وردو ممبريناس حرف الاي اندوبلازميكتيكولا مش باكا اندوبلازمية ماشي ده وردو ممبريناس الال الليزوزومز واختاة الصغيرة البريكزوزومز اللي هي الاكسال مؤكسيدة ماشي بقى كده عندي الام اللي هي الميتوكوندري ماشي انما السنتريولز في حرف سي اصلا في التحشيات لا وبالتالي بقى السنتريولز نون ممبريناس مش ممبريناس فاكمية اكسبتي بقى هو عايز الحاجة الغلط السنتريولز هي الحاجة كل غلط طيب الاسموز اندوبلازميك ريتيكولا بمنطقة بساطة تتكون من ساكيولز لا ومال مين بتتكون من ساكيولز ده جهاز جولجي طيب نقطة رقم اثنين اس نون ممبريناس أورجانيل لا الاندوبلازميك ريتيكولا تعتبر ممبريناس أورجانيل متنفعش طيب نقطة رقم سي concerned with يعني تعتني بي او مسؤولة عن البروتين segregation قلنا السموز مالاش علاقة بالبروتين علاقة بالليبت طيب بتخزن الكالسيوم في الاسكليتا المصل قلنا اه لان الكالسيوم ده هو اللي هيساعد حاجة اسمها muscle contraction بيساعد على انقباض العضل فبتالي اجابة الصحة دي طيب كبير as a reticulum by light microscope قلنا لا خلاص بيبان اسيدوفيليا قلنا لا هو الاجابة الصحة بتاعته طبعا قلنا دي برده لا الاجابة الصحة ان هو well developed في البلازما سلس ماشي السؤال ده تكرر مرتين لان هو فعلا جي مرتين مهم جدا طيب second lysozome يبقى اللي هيساعدة البيت الكبيرة ماشي homogenous لا heterogenous ليه لان هيكون جواها في الانزيمات وفيها الجسم الغريب اللي مفضل لانسا هتاكل فالتاني التكوين من الداخل في حاجات مختلفة في اسمه heterogenous b contain amino acid oxydase لا مليش علاقة انا بالـ amino acid oxydase خالص ده موجود في البركزيزوم طيب بتتكون بالبودنج من البركزيزوم لا بتتكون من البودنج من جهاز جولج ماشي لكن مش بودنج من هنا غلط طيب contain undigested material اسمها زيدو البودز لو انت بخلصتش طبقة كله هيبقى جزء مش متاكل اسمه الجسم المتبقي اه صح طب هي non-membranus لا هي membranus لان اللايزوم طبع كلمة جميل فبالتالي حرف الان ليزومي بها membranus which of the following are wear and tear pigments قلنا قبل كده دي هتبقى lipofucing مفيش فايا كتير يبقى الجابة صحيح طيب patient عيان عنده مرض فيه الكبد بتاعه وبيقولك which functions مين من الوظائف الاتية هيحصل له affection هيتأثر بسبب ان smooth endoplasmic تدمرت يبقى انا دمرت smooth endoplasmic تدمر ايه الوظائف اللي هتتدمر او هبوز يعمل اخي بيقولك ايه هي وظائف smooth endoplasmic قلنا وظفتها رقم واحد ان هي بتصنع lipid عايق دايما تراجع الحاجة في دماغك الاول رقم اتنين كلمة كبد صح طيب تعال نشوف بس هو كان بيكسر كربهاريت بس طيب نشوف يعني انا مش عارف دي صح ولا غلط نقطة رقم اتنين receptor mediated endocytosis مش تغل كreceptor لا او ما لديك توظيفة مين توظيفة الريا مين رايا دي رايا اللي لابسة معطف المعطف ده اللي هو السيل كوت طيب نقطة رقم سي صناعة membrane lipids and toxification of drugs اه هو بيصنع الليبت الدكتور قال لي انه بيصنع الليبت وكمان حرفي دي انه بيعمل detoxification بيشيل السمية بتاعت الادوان دي اجابة اصح طيب بيصنع بروتين لا طبعا مون مين بيصنع بروتين ribosomes مش الراف اندرس مكتكلا الراف اندرس مكتكلا بيزبط البروتين مين بيصنع ribosomes معرفش ما تقالت ليش خالص كده في عندي اختيارين واحدة صح واحدة اصح نختار الاصح اللي هي سي ليه لانه اه بيكسر بس بيكسر كربوهايديت انا ما تلاحش انه بيكسر بروتين مالوش اي علاقة اصلا بالبروتين فبالتالي اجابة صح هتبقى سي مش سؤال بعد using negative stand method اه احنا قلنا في حاجتين بس فيما انا كله في ممكن negative stand method دول the mitochondria شو اه الميتوكوندريا يبقى هو عايز الجزء اللي جوه عضية الميتوكوندريا اللي مش هياخد صبغة اللي هيبان ابيض احنا سميناها elementary particles طيب دور معي بقى الماتريكس لا دا الماتريكس كانت جوها الماتريكس جرانيولز اللي كانت بتبان اسود فلنفعش طب الانزيمات بتاعت citric acid cycle انزيمات دي موجودة جوها الماتريكس برضو ما تنفعش طيب elementary particles اه صح يبقى هي الاجابة صح سي اللي موجودة فين عالكريستي ممكن لابدل الكريستي واقولك موجودة على الانر ممبرين عادي خالص طيب اللي جاء برضو صح طب نكمل الالكترون دينس جرانيولز اللي فيها كالسيا ومغنيسيا ما دول اللي هما اسمهم الماتريكس جرانيولز ودي معناها انهما لونهم اسود انما انا بقولك negative state انت ما خدرش صبغة اصلا يعني لها ابيان ما تنفعش الـ outer smooth membrane لأ لانه elementary particles موجودة على الانر ممبرين مش الـ outer membrane يعني عارفك انت عايفت لو شلت elementary particles غاز وحطت مكان هنا inner membrane بس تختارها بس صبعا اصح نختار elementary particles لو كانت موجودة وموجود معاك inner membrane بلجابة صح C طيب كده احنا خلصنا الاسئلة اللي جات ابن كامل المحاضرات وجات في الفورموت فندخل بقى لأسئلة امتحات سينفات intracellular digestion الوظيفة الرئيسية لمين intracellular intracellular light zooms عشان دي اللي بتعتكس زي ما اتفعل ولو قدلك إكسترacellular يبقى جهاز جلش طيب which of the following organelles العضايات الاتية يستطيع الانقسام ويزود عدده قلنا هي عضاية واحدة بس الجواها دي النيو ورن ايو تقدر تنقسم الميتو كونسل طيب يعني في جمل في الامتحام بتبقى انت عارف اصلا اجابتها من غير ما تضوء يعني ما ترش تقرأ الاجابات انت عارف اجابتها تشوف الاجابة بتاعتك موجودة فين في الاجابات وتختارها the electron dense layers of the cell membrane are biochemically identified دي احنا شرحنا برضو بالتفصيل وقلت لك قبل كده دي معناها ايه معناها انه بمنطقة البساطة احنا اتفقنا انه بالالكتروم مايكروسكوب هتلاقي السلمان بير عبارة عن تلات طبقات طبقتين اس وطبقة بيض قلنا ده بيساوي ايه بالزبط في التركيب الكيميائي قلنا ده بيساوي المشهد ده واتفقنا انه ده معناه انه الرؤوس بتاعت الفوسفوليبت هي المسؤولة عن اهي الرؤوس بتاعت الفوسفوليبت هي المسؤولة عن الطبقات اللي ايه طلع لونها اس ويت في الاكتروم مايكروسكوب والطبقة لونها ابيض بسبب مين بسبب الديول بتاعت الفوسفوليبت يبقى اللي جابة الصحة هتبقى ايه هتبقى الفوسفوليبت لانه المسؤول عن الجزء الاسود عارف بقى لو قالك الهيد ولا التيل تقوله الهيد افزا فوسفوليبت ماشي سؤال رقم 15 ايه دا دكتور وسؤال دا جاء قبل كده برضو في الامتحانات اه بس خلي بالك اللي جابة الصح هنا ايه elementary particles اللي موجودة في inner membrane انما تركت elementary particles اللي موجودة في كريستي صح مفيش مشكلة وخلاص احنا قررنا بقى اللي اختار دا قبل كده سؤال رقم 16 ال inner folds بتاعت الميتوكونديا اسمها ايه او من الاخر كده الشيلفس او اسمها كريستي اهو الكريستي مكتوبة الماتريكس لا الماتريكس دي المادة اللي بتحتوي جوه ال inner membrane طب الاسترومة ما جبتت استرومة دي خالص طب ساكيولز بتاعت جهاز جولجي طب سسترني دي بتاعت الرف اندرازم مكتكرة خلاص شكرا سؤال رقم 17 what is the process of binocytose او ال binocytose عملية ال binocytose اسمها ايه زي ما اتفعنا قبل كده في عندي عمليتين للإدخال الخلوي اللي هما اسمها اندو سايتوس عملية اسمها phagocytose وعملية اسمها binocytose phagocytose جاي من كلمة food هما تتم بحرف الفا يبقى الخلية بتاكلوا بتدخل جسم صلب binocytose بتدخل جسم سائل بتشرب طيب form of exocytosis لا هي اندو سايتوس involve ingestion of liquid rather than particles اه اللي جمع الصح بتدخل سائل liquid معناها سائل طيب محتاجة بقى etp ولا مش محتاجة etp لا هي محتاجة etp معرفش معلومة دي بس هي محتاجة etp انا عارف دي طيب نكمل معناها digestion of binocytotic physical لا ليه digestion of binocytotic physical دي بتاعت live zoom دي حاجة داني خالص او مال دي معناها ايه دي معناها ان انت بتدخل بدل كلمة digestion لو شلتها حيث مكان هي ادخال اقولك ماشي لكن تقولي اكل لا هي ماناش راقة بالاكل formation of physical only when large amount of material are being transported ماشي الله خالص بالكامل دا كل في الحالة اللي زي دي عشان كده بقولك لو انت عارف المعلومة دور عليها في الاجابات لكن لو مش عارف المعلومة او بيقولك all the following are correct except or one of the following is correct حطاعت تقرأ جملة جملة انما انت هنا لو كنت قرأت الجملة وبعدت تدور على الاجابات كنت هتتلغبط انما انت لما ستفت المعلومة في دماغك وعارف ان البينوستيديوس معناها شرب الخلايا عمات بتدور على المياه لقيتها سوائل ايه بقى خلص دي اللي اجابة صحة سؤال رقم 18 which of the following is a function of the mitochondria وظيفة للميتو كوندري تعالي نشوف الميتو كوندري ما كان البيتا اوكسديشن of short chain fatty acids اجابة صحة ودايما اول ما اقول بيتا اوكسديشن تروح تبص بعينك كده هو عايز short ولا long لان لو short ميتو كوندري ولو long تبقى break the zone اللي هو الجسم المتخصص في الاكسادة طيب بتصنع الليبت بتاعها ماشا لقى بالليبت خالص طيب بتبلع جسم غريب انا بتاعتي ميتو كوندري اسمي بيت الطاقة طيب بتشيل warn out organelle يعني بتشيل اورجاني مهاش لازمة لأ بتاعتي الليزوم طيب بتسمح من المرور صابستان سمعية للخلية دي وظيفة السيل ممبرين يبقى انا وظيفتي ان انا مكان لبيتا اوكسديشن سؤال رقم 19 الالكترون دينس ليرز of the cell ممبرين are biologically identified as فوسفوليبت ماشا which organelle protect the cell from damaging effects of medications and toxins القصة دي مين من العضيات هيحمي الخلية من damaging effects بتاعت medications and toxins من اخر مين من العضيات بيشيل السمية بيعمل حاجة اسمها detoxification اه مش دي حرف دي بقى كلمة كبد ايوه يبقى ده smooth endoplasmic دور عليه لقيته شكرا بالجابة صح طيب how would you describe جولجي اپريتوس ازاي توصف جهاز جولجي توصفه بان هو بيحيد بالنواة بتاعت البثيليا السيكيتو السيل انا جبت سيئة الكلمة دي معرفهاش طيب هو حوالين النواة اه الدكتور قالي ان هو جنب النواة فدي ممكن تكون صح وممكن تكون احضر طيب يعني بيه الليبت ميتابوليزم هل بجهاز جولجي العلاقة بالليبت جهاز جولجي طيب تتصبغ بالسيلفر اه بيتصبغ بالسيلفر دي ايجابة صح جدا هذا السيس ماتيور فيز واحدة واحدة هو عنده سيس اه بس يزي بحرف الاي الاي دي يعني اماتيور مش ماتيور فبتاقي دي ايجابة غلط لازم تقول سيس اماتيور او تقول ترانس ماتيور ما فيش مشكلة طيب يبقى الايجابة الصح او الاصح هي ستيند والسيلفر طيب سؤال رقم اتنين وعشرين نقط هيعمل كقناة لمرور المواد الذائبة في الدهون دايبة في الدهون يبقى زي بنات بتسمح لدخول بنت يبقى فوسفولفت طيب بتشتغل كريسبتورز يعني يعني تشتغل كمستقبلات يبقى رية حلو دي وظيفة مين السيل كوت اللي موجود في السيل مامبين يبقى لاجابة صح سيل كوت هو سيل مامبين صح وسيل كوت صح بس الأصح سيل كوت طيب سؤال رقم 24 والأخير flattened cisterny is cold يعني ايه flattened cisterny اه احنا قلنا tubule معناها قنيبيب لو حصل القنيبيب ده ان هو حصل له ضغطة من النص هيبقى اسمه flattened tubule وده اللي هو اسمه cisterny طيب لو حصل flattened cisterny اكتر يبقى دي كده اللي اسمه ايه الساكيول فين الساكيول اه ده الساكيول اللي جابه الصح موجودة في جهاز كل شي كده احنا خلصنا اسقية الامتحانات وخلصنا اسقية الformative الدبارة من التبازة ما اتفقنا من other questions دي بإذن الله هنرفع لها record على قناة تليجرام تابعونا بإذن الله وبالتوفير